اكيد النادي اللي طول الموسم تعرض لمصطلحات زي الاحتواء روح البروتوكول تسلل اللي شفناه الشهير بتاع بيرسي تاو اللي اتحسب طرد المقاولين ولعبات كثيرة جداً كانت ممكن تغير مصير الموسم هو النادي اللي هيكون اكثر سعادة بفكرة ان نبدأ نشوف حالات الفار او الحالات اللي حصلت والنقاشات اللي دخلت جوه الفار ولجنة الحكام بقيادة كيلاتنبرج بتعرضها على الشاشة او بتعرضها على موقع الاتحاد وبنبدأ نشوف الكلام ده بيحصل وإيه اللي حصل داخلياً لان في رأيي ده هيقلل كتير جداً من حاجات نتمنى ان هي ما نشوفهاش تاني لان هي صعبة كنت تشوفها في اي دور في العالم الموسم اللي فات عشان كده احنا الى الان بنقول ان دي فكرة وتجربة جيدة مهم جداً ان هي تحافظ عليها ومهم جداً ان كمان نبدأ نشوف اللعبات فعلاً اللي بتصير جدل تفضل موجودة وبتتعرض ومهم جداً ان ما نلاقيش التجربة فجأة لأسباب غير معلومة وفجأة بحجة ان ده بيعمل تعصب ولا بيعمل مشكلة ولا بيقلل من مستقل الحكام وفتكر الجمل اللي انا بقولها دي التجربة دي تلغت والتجربة دي تشالت او كيلاتنبرج نفسه يمشي عشان التجربة دي يجي حد ما يعملهاش فتكروا الجمل دي لان في رأيي ان التجربة دي مهمة في حاجات كتير جداً وفي رأيي ان هي البعضة هيحاول عرقلة استمرارها وحيحاول انها ما تكونش موجودة لان احنا سمعنا البعضة اصلاً بيقول ان فكرة التحليل التحكيمي في الاستوديوهات ما تبقاش موجودة المتخيلين فكرة التحليل التحكيمي في الاستوديوهات ما تبقاش موجودة ما بالك في فكرة عرض حالات زيدي واللي هيدلل على كلامي أن البعض كان بيحارب وجودها وبيحارب الفكرة ويقول أنها مش موجودة ونسمع رئيس لجنة الحكام السابق كابتن عصامة عبدالفتاح كان بيقول إيه هل من حق أي نادي أن يستمع إلى تسجيلات الفار طبعا ده حسب البروت بقوله حسب القانون ممنوع كابتن شوبيت لكن احنا أكثر شفافية يعني لو فيه أي مشكلة احنا بنستمع حتى في تحليلاتنا يا كابتن شوبيت للحكام بعد كل ثلاث جوالات بنقعد وبنجيب تسجيلات الفار لنسمع عشان نشوف مين أخطأ هل الفار ولا الحكام الفار فعلا استدعاف في حالة استحق الاتدعاء ولا لا وهكذا وبنقف عند كل هذه النقاط كل شيء داخل غرفة طيب خليني قبل ما خلص النقطة دي الأخوة في السعودية بيعملوا حاجة جميلة جدا بصراحة يعني وانا متابعها وبيعلن ده غلط وده ما غلط طب هقول لكابتن شوبيت احنا لسه عارضها على مجلس التدارة من ثلاث ايام طيب الشفافية وهو عشان كده بقول لكم التجربة دي مهمة الشفافية اللي بتكلم عنها كابتن عصام عبد الفتاح واللي كان بيفهمنا ان هي بديل فكرة عرض الفيديوهات دي اللي قال لسه بنعرضها كانت الشفافية اللي خلته بعد خطأ محمود عشور يعينه يقول تحديت وصممت ان انا عينه هو ده كابتن عصام عبد الفتاح وهي دي الشفافية وهو ده اللي يفهمكم الرفض الشفافية دي اللي خلت فارفشتو تتشد عشان يتعمل كباية شاي هي دي الشفافية اللي كانت موجودة هي دي اللي تأكد لكم ان احنا كنا ابعد ما يكون عن ان انتوا كنتوا تشوفوا في وجود كابتن عصام عبد الفتاح الحالات بتتعرض وتتراجع لان كنتوا عتسمعوا ممكن من صوت حالات ممكن من صوت الكتل وهو بيعمل الشاي الموضوع يهمنا في المقام الاول هل هو قانوني ولا غير قانوني الكابتن عصام عبد الفتاح كان بيروج لفكرة ان الكلام ده غير قانوني اكيد كلا تنبرج لما يجي يعمل حاجة زا دي هو عارف ان الكلام ده بشكل قانوني جدا بس خلينا نخرج ما بين رئيس لجنة حكام صابق وما بين رئيس لجنة حكام حالي ونروح لخبير تحكيمي هل الكلام ده كابتن احمد الشناوي قانوني ولا غير قانوني نسمع الفيديو هو اللي بيعرضه شيء يعني مش ضد ولا هيسبب مشاكل مش ضد البروتوكول بشكل عام كويس قوي يعني ده خلينا نقول ما فيش مجل لكن هو عايز يوريلك الحوارات اللي بتحصل ده شيء خلي بالك انا شايف انه شيء يعني مقدرش قول عليه يعني ده خطوة كويسة ما طمده تأثير ده على الرأي العام من وجهة نظرك إذا الرأي العام شاف ولم يقتنع ده اللي أنا عايز اقوله بقى يعني في حالات أنا بعتقد مش عايزين تبقى يعني ده قاعدة إنما هو هنا ممكن نقول إنه بيدي البروء يعني عرض كده مبسط اللي بيحصل عايز يطمن الناس إن حاكم الفار بقوله تعالى والحاكم التاني بيقى بس ده يستمر طول الموسم زي ما هو قال هو يستمر بقى لكن في حالات بعتقد بعتقد إن الحوارات فيها ممكن هتسبب يعني بل بلا بلا يعني ممكن حاكم الفار يقول حاجة وحاكم الساحة يخد إن الحوار خرج يعني من حاكم المباراة لحاكم الفار إنت زي ما فاش حاجة دي كذا إيش عايزين يعني ترى يا نا يعني لكن هو يعني إن يعرض الحوارات الحوارة اللي بيحصل في حاجات إيجابية كده وما فاش مشاكل ما يعني أوكي قلنا يهمنا إيه؟ إن الموضوع ده مش ضد بروتوكول الفار وده كلام خبير تحكيمي الكابتن أحمد الشناوي مش صراع ما بين أتباع رئيس لجنة حكام سابق ورئيس لجنة حكام حالي ما بين الكابتن أسام عبد الفتاح وما بين كلتنبرج بالتأكيد لازم يكون عندك تحفظات بس في ناس وهي بتتحفظ على التجربة هدفها إن ما ينفعش ما ينفعش نرسي مبدأ العدالة في التحكيم المصري وما ينفعش ييجي خبير تحكيم أجنبي يحسسنا إن كان فيه كوارث تحكيمية كبيرة جدا كنا نحن بنتطلع نقول التحكيم المصري بخير وقتها فبالتالي هتلاقي بعض الإعلاميين هيحاربوا التجربة ولكن التجربة دي جات بناها على إيه جات بناها على بيانات وشكوى النادي الآلي اللي كنا بنستعرض أن البعض بيتكلم عن النادي الآلي نادي البيانات والبيان بتاع النادي الآلي هو اللي بيحط خارطة الطريق النادي الآلي في بيانه اللي صدر في 13 إبريل كان بيتكلم عن نقاط خمسة من ضمن النقاط الخمسة اتنين اتحققوا على أرض الواقع النقطة الأولى النادي الآلي كان بيطالب بخبير تحكيم أجنبي من أصحاب التاريخ الكبير يقوم بإلقاء المحاضرات العلمية ومعايشة الحكام المصريين فترات طويلة للارتقاء بهم ومتابعة أدائهم وفق خطة زمانية محددة جاء خبير تحكيمي أصبح رئيس لجنة الحكام شكرا للنادي الآلي في 13 إبريل النادي الآلي قال نقطة مهمة جدا وقتها طلعت الناس اعترت عليه قال وهي أحقية النادي في سماع ما يدور في غرفة تقنية الفيديو في الحالات الجدلية شكرا النادي الآلي اللي تقال في 13 إبريل كلاتنبرج نفسه قالوا قالوا ونفذوا بس أنا عندي هنا تحفظ مهم جدا في الحالات عشان ما يتحاولش كلاتنبرج لعصام عبدالفتاح جديد حالات كلاتنبرج فيها مشكلة أولا فيها براءة للبعض اللي طلع تكلم عن راكلة جزاء عمر الصلاية أو على عمر الصلاية أمام الاتحاد لأن فيه راكلتين جزاء لو استعرضنا الصور دي مباراة المقاولين العرب وكانت كرة لعب فيها فاروقة على الكرة ثم ارتطمت قدمه بقدم المهاجم وطبعا الحكم قال مفيش راكلة جزاء واتفق معها كلاتنبرج دي الصورة التانية في براءة فيوتشار والمقصة وأيضا نفس الكرة ونفس الاحتكاك وفيه لمس الكرة وتقال كده في الفيديو لمس الكرة هي دي كرة عمر الصلاية البعض وقتها طلع قال أن دي راكل الجزاء على عمر الصلاية واستشهدوا أن أخطاء التحكيم لصالح أو ضد النادي الأهلي النقطة بقى اللي أنا متخوف منها أيها هي النقطة دي لو قريته الكلام المكتوب هتلاقوا بيقول تطفق لجنة الحكام مع قرار الحكم باحتساب خطأ المهاجم الذي استخدم زراعه ضد حارس المرمى والذي منعه من لعب الكرة لا هنا بقى فيه نقطة مهمة جدا الفيديو ما كانش بيقول كده الحكم شاهندة اللي بنشيد بأداءها ما كانش بتقول كده كانت بتقول أنا عايزة التواصل ما بين المهاجم والمدافع عشان فيه وسب على الخصم فلو كلاة تنبرج هيطلع يبرر يبرر أخطاء التحكيم زي الكابتن عصام عبد الفتاح فهنلاقي نسخة من كلاة تنبرج أجنبية للكابتن عصام عبد الفتاح ودي الخطورة اللي بنتكلم فيها لأن النقطة دي لازم اللي بيترجم لكلاة تنبرج الكلام اللي بيدار داخل غرفة تقنية الفيديو يكون أمين وحريص جدا يوصل لكلاة تنبرج النقطة دي دي نقطة مهمة جدا بنتحفز عليها وبنتحفز أيضا على رقل الجزاء الأهلي أمام سيراميكا كلوباترة عشان تعرفوا أن احنا هنا بنتكلم بالعدالة فقط لغير كلاة تنبرج قال بنتطفق مع حكم المبراه بتارد مدافع سيراميكا والكابتن ناصر عباس هنا قال لا تستحك الانظار وإحنا هنا مع رأي الكابتن ناصر عباس إنها تستحك الانظار فمش عايزين نسخة أي صامع الفتاح بشكل أجنبي بيدافع عن حكامه في الصح والغلط وهنا بنبدأ دايما نبلغ والله أعلم أن أكون شوهد نشوفكم بعد الفاصل عملين في الإيربيس فاصل فاصل فنطلع فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر